أي حديث عن الإصلاح في العراق صار بمثابة هدم جديد في جسد دولة المتهاوي ومع كل حديث عن محاربة الفساد يزداد عدد الفاسدين وتكثر الكوارث الإدارية في البلاد ملف الأموال المنهوبة من العراق كان محط نقاش عند جميع الحكومات المتعاقبة والنتيجة تكون دائما بنهب إضافي لهذه الأموال فلم يأتي الكاظمي بمؤتمره الدولي عن الأموال المنهوبة بجديد واستنسخ شعارات سابقيه لكن على الواقع ما زال العراق يسجل تهريب مليارات الدولارات سنويا إذ أن هيكلية حكومة المحاصصة مرتبة على نحو يعطي الأرياحية لسراق المال العام بدلا من التضييق عليهم وإن كان الكاظمي يدرك ذلك فلماذا كل هذه المؤتمرات وشعارات الإصلاح التي شهدت تزايدا في الفترة الأخيرة الجواب على ذلك متعلق بالحدث الأبرز الذي يطرق أبواب الحكومة بعد أقل من شهر الانتخابات البرلمانية ولا شك أن من يطمح إلى ولاية ثانية في الحكومة يحتاج إلى دعاية عالية المستوى لها أصداؤها الدولية والمحلية قبل نحو ثلاثة أسابيع عقد الكاظمي مؤتمر جوار بغداد وتعداه إلى حضور جهات دولية وأخذ المؤتمر صدا إعلاميا يتجاوز حقيقة فاعليته على الأرض لم يكتفي الكاظم بذلك بل قصد مربط فرس الانتخابات البرلمانية حين توجه إلى إيران والتقى القادرين على إدارة المشهد الانتخابي في العراق السباق مع الزمن لم يمهي للكاظمي ليلتقط أنفاسه وفور عودته من طهران بدأ بمؤتمر دولي لاستعادة الأموال المنهوبة من البلاد وفي عنوان المؤتمر رسالة للداخل الذي يعاني من تداعيات نهب المال العام من قبل المسؤولين المراقبون الذين رأوا في هذا المؤتمر مجرد دعاية انتخابية لا أكثر يستندون إلى حقيقة مفادها أن المتورطين بنهب أموال العراق مرتبطون بالكتل النافذة والمهيمنة وتعرف هذه الكتل أن من يريد دخول الصراع الانتخابي لا يمكنه التصادم معها وبنفس الوقت لا تمانع الكلام إذا كان استهلاكيا دعائيا